اشتركوا في القناة وقد اصر الفيديو الجدل بين الجمهور الذي ظن ان رمضان يصخر من ازمة الطيار الاعلامية بسمة وهبة عبرت عن استياءها مما يفعله الفنان محمد رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسخريته من الكابتن الطيار اشرف ابو اليسر في احدى الفيديوهات متابعة حول نفسه العبد وموتى وهينزل يقفل الشارع بعد كده وانتقدت بسمة عبر برنامج كل يوم المزاع عبر فضائية قنقين تناقض محمد رمضان في تصرفاته تونه يصف نفسه بانه جدع ابن بلد ثم يماطل في حل مشكلة الطيار او مساعدته مضيفة لما حصلت المشكلة تلع يعمل بطل وشاهمه قدام الناس ويقول ان هيحصل وهيحصل وتخيل ان الناس هتنسى بس الناس مش هتنسى وتابعت بسمة لما المشكلة كبرت محمد رمضان افتقر نفسه ان جمهوره واقف في ظهره الحقيقة انه من قطر ما بيغني النفسه عن نفسه صدق نفسه ونسي ان المصريين مهما حبوا حد مش بيوافقوا على الظلم وقلت الجدعانة محمد رمضان نفسه تصدم وخاف وحزف الفيديو اللي اتهم في الطيار انه بيبتزه وعيز منه تسعة مليون جنيه ونص لانه شاف الناس بتقوله حقه لازم تعوده كان فاكر ان الجمهور هيقوله دوس على اي حد يا فنان وانت نمبر وان واضح انه فاهم المصريين غلط ووجهت بسمة وهبة نداء الى محمد رمضان قائلة يا ريت التاز والنجاح الحقيقي محبة الناس واحترامهم راجع نفسك قبل فوات الاوان الفنان واقل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز انتقد تصرف الفنان محمد رمضان بشأن الفيديو الذي نشره داخل غرفة عمليات وكتب واقل عبر حسابه على فيسبوك قائلا يا ابني انت بتعمل كده ليه نقصك ايه عشان تبقى بالدماغ دي ربنا ادك نعمى وحب الناس وقبول وانا اشتغلت معك في مسلسل ابن حلال ما كنتش كده خالص وكنت ابن بلد وجدع وكننا صحاب واكلت معك عش وملح كتير وليك علي اني امصحك وتابع هقولك الكلام ده هنا لانك مختفي عننا وعن زميلك كلهم وبرضو ما نعرفش السبب انت فاهم معنى الكلام اللي انت كده ده ايه انت بتستهزق وبتتشفف بني ادم خسر الشغل بسببك ولو حتى بتبتريق على الناس اللي فصلته كلتا الحالتين من الصح انت ليه حابب تكره الناس فيك ايه الحلو في اللي انت بتعمله ده عايز افهم واضاف ما تركز في شغلك ونجاحك وتمثيلك بدل الهبد ده عيب يا محمد يا رمضان عيب وروح راضي الراجل ده علشان الناس تحترمك الراجل غلت وانت كمان بس وقوفت جنبه هيغير كتير عند الناس صدقني الاعلامية دعاء فاروق علقت الاعلامية دعاء فاروق على هذا التصرف عبر حسابها الخاص على موقع انستجرام قائلة هل تعلم يا نجم النجوم ان هناك ما يسمى بالمن والازى في القرآن الكريم فاذا عرضت المساعدة على احد ثم فضحته بنشر هذا العرض او هذه المساعدة على الملاء فهذا يسمى من وازى هل تعلم يا نمبر وان ان المنظرة بفعل الخروة بمساعدة الناس اسمها رياء والرياء يا نجم هو الشرك الخفيد الذي لا يقبله من لا شريكة له هل تدرك يا مبدع ان تعليقك على هذا الفيديو بان الدكتور اللي صورك اتوقف مدى الحياة اسمه تلقيح بالكلام وكده همز ولمز وسخرية واستهزاء بموقف حزننا جميعا واضافت دعاء فاروق عندنا دم يا اخي بنحس بالناس يا سيدي بتفرق معنا مشاعرهم يا فنان يا حساس لم يصبنا فيروس التباهي بأزية مخاليء ربنا والترياء عليهم بعدها حضرتك بتكيد زي النسوان الكيادة الطيار اللي توقف بالفعل مدى الحياة بسبب منظرتك تاريخ طويل كان يجب ان ينتهي بتكريم وخروج مشرف انتهى بخروج مغزي بسبب فيديوهات جنابك اللي بتبتلينا بها كل يوم احنا مصدقينك والمصحف وبنبص بالعشرة انك واصل واغنى من سلطان برانوي خلاص بقى احنا زهقنا ومش فارق معانا على فكرة والطيارات الخاصة مش عجبة لان الكل بيركبها دلوقتي وما فيش ممثل او مطرب مركبهاش ومنقطر ما شفنا صورها بقت عاملة زي التاكسي الابيض انت مزهقتش واردافة دعاء احنا مش منبهرين خالص وانت لسه منبهر واحد تاني كانت كسف واستخبه وراح بس على راس الراجل اللي اتمنع من شغله لاخر عمره مش يتمنظر بمنتهى الجهل بانه جاب له شغلانة وهو ممنوع من ممارستها الطيار اخطأ واخد جزائه لاخر العمر بسبب سماجة منقطعة النظير غلطته ان سمح بيها ومش هنقطر سكاكنه على الراجل لانه مش ناقص بعد العقاب الراضع الذي يعتقد البعض انه يستحقه ويتعطف معه البعض الاخر واختتمت الاعلامية دعاء فاروق انت بقى بسكنتك التلمى شمتان وبتتريأ كمان يا اخي دغور الشهرة والموهبة وحب الناس لو ما عملناش الف حسابه انا ما كانش عندي مشاكل معاك خالص وكنت بقول فرحان بنجاحه ومالهم ما يفرح انما تتسبب في ازيئة الناس وتشمت فيهم كمان يبقى اخصى عليك يا محمد يا رمضان اشتركوا في القناة